المترجم الى محطة القطار وصلنا الحين الى محطة باندرا وهنا جاي نشوف كم من شيء يعني فيه اشياء بنشوفها اليوم بس اهم شيء ان احنا اليوم بنروح الى حي المشاهير اللي فيه يعني بيوت الممثلين بلوغي هنا هنا قاعد نشوفوا هنا المبانج قديمة انا الحين خذيت التوبتوب ورايح الى واحدة من المتاحب لانها من ايام البرتغاليين بازدك للامر لانه دا الشيت الكنيسه بس التصوير كان ممنوع داخل فعشان كذا يعني صورت من برا وبس برا الكنيسة يبيعون الأشياء نفس هذه يعني تشوف الأطفال اللي هنا يبيعونهم على أساس ان لو حد يبي مولود أو يبي ثيارة نفس هذه يعني والبيت والشمعة هذه فيعني تشتريها من هنا وتروح وتقدمها للإله وتطلب من الإله هنا يعطيك الشيء هذا مرحبا 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 الجماعة اليوم جاي إلى حي المشاهير المكان اللي عيشون فيه نجوم بوليود الممثلين حق بوليود فهنا في بيوت كم من شخص أنا ما عارف كلهم بس يعني حاولت ألاقي بعض البيوت واليوم أنا جاي هنا بطلب من واحد منكم واحدة من أقدم المتابعات على القناة القناة لما كانت فيها أظن مئة ولا مئتين مشترك بس اسمها شهد وأنا جيت هالمكان لما جيت المرة اللي طافت إلى ممبي بس كنت على باص يعني وما نزلت بالأماكن هذه فاليوم نزلت وشفت كل الأماكن هذا هو بيت شاروخان يمكن يكون راقد الحين فهذا هو اسم البيت الناس يجون يتصورون معه شوفوا بيت شاروخان صاير معلم سياحي مثل ما أنا جيت يعني في ناس غيري الحين جايين يتصورون معه يتصورون مع باب البيت وقدام المبنى يعني فيه طالع من بيت شاروخان فهذا كل بيم دبلو طالع من بيته وهنا في بيعين يبيعون أشياء يعني تشوفون المكان اليوم تقريبا فاضي يعني فيه ناس يعني بس مهم كثيرين فهنا تشوف انه هذا يوم عادي وأيام العمل لما يحتفلون بيوم ميلاد شاروخان العيد والإشياء نفس هذه المكان هذا كل يكون مزدحم على الآخر تشوفون الحديدة هناك الحديدة هذه شاروخان يوقف هناك أيام العيد ولما الناس يعني اجتمعون كثيرين هنا ويسلم عليهم بعدين يرى الداخل وصلنا كثيرين وصلنا لك ممتعين وصلنا بيت شاروخان والحين بنروح الى بيت سلمان خان بنحاول يعني نلاقي البيت هناك شوفوا هنا لقيت شي جميل جدا تحذير من اللي استخدمون البلاستيك واللي يرمونه في الشاطع والبحر فظن رسالة يعني فيها بداع ورسالة حلوة جدا وكل هذا في حي المشاهير هنا في بوليود او في مومباي مو بوليود وصلنا الحين الى بيت سلمان خان والمفاجأة المفاجأ ان هذا هو البيت حسب ما هو يعني في جوجل يقولون بيت اسمه غالكسي يعني فهذا هو البيت وتقدرون تدشون جوجل وتتأكدون من اسم المكان شوفون الاسم اللي مكتوب هناك غالكسي فاللي اكتشفت ان الحين ان هذاك مو بهو البيت المدخل من هنا بس البيت هو يعني هو عايش في الشقتين اللي هذي الاثنين يعني فسلمان خان عايش هنا مع عيلته فوق يعني كلهم عايشين هنا شوفوا هنا شقد المرنق قديم ويعني ما تحس كأنه ناس الثرياء وناس عندهم مليارات وعايشين في هالمكان تخيلوا كم رح يكون ايجار المتاجر هذي يعني هو عايش هنا تشوفون الكاميرات المراقبة هذي هذي كاميرات المراقبة السي سي تيفي وبعدين تحتها المتاجر هذي يعني تخيلوا كم رح يكون ايجارها يعني في منطقة نفس هذه منطقة الثرياء بيوتهم اشكالها يعني موب كثير حلوة ويعني كأنك ما تحس ان بيت ناس مليارديرات المنطقة هذي ما تحس انه كأنه مكان للاغنياء فالسبب الرئيسي انه هم عايشين هنا من ايام اجدادهم يعني والمناطق هذي والعمارات هذي مبنية صار لها مئات السنين او على الاقل مئة سنة يعني كلها مناطق قديمة فعشان كذا تلاقي يعني بيوتهم قديمة جدا بس من الداخل يعني تلاقي انه عندهم احدث التكنولوجيات واحدث الاشياء المتطورة واحنا الحين عشاط الحين واش كاتبين هنا نو باقرز يعني انه المتسولين يعني ممنوع التسول هنا ممنوع انا الحين مادري يعني اغلب المتسولين ما يعرفون انجليزي فشلون يعني راح يعرفون ان التسول ممنوع وهنا كاتبين لك نو ايتنج يعني ممنوع الاكل وفي اشياء غريبة نفس هذه نو الكوهول وهنا نو دودز اشتركوا في القناة